نحن نشهد في جبهة جنوب لبنان نقلة نوعية في العمليات للمقاومة منذ بضعة أيام يعني هذه اليوم نحن نعيش مرحلة جديدة من عمل المقاومة واليوم كما بدأت المقاومة بشكل متناسب مع توسعة العمليات من قبل العدو إلى توسعة عملياتها والارتقاء إلى القيام بعمليات نوعية اليوم شهدت محطة فاصلة يعني نستطيع اليوم أن نقول نحن نشهد مشهدا جديدا له تداعيات سيكون له تداعيات على وضع الجبهة وأيضا ليس فقط على هذه الجبهة كجبهة بحداتها وإنما أيضا عليها كجبهة مساندة لغزة اليوم استهداف هذا البنطاد هو هذا التحول نوعي يعني هذه خلينا نقول أول مرة طائرة عربية ولو كانت دون طيار تقصف عمق الكيان على مسافة 35 كم من الحدود يعني هذه أول مرة طائرة عربية تحلق فوق الكيان وتقصف منذ العام 73 هذا التوسع في العمليات وخاصة يعني مترافقا مع عمليات استهداف التجهيزات التجسسية على طول الحدود مع العدو إن كان من جل العلام إلى عداثر إلى رامية إلى تكنة زرعيت إلى تلال كفرشوبة يعني موقع الرادار إلى قاعدة ميرون طبعا ثم إسقاط المنطاد في أدميت واليوم العملية الكبيرة التي ظهر فيها سلاح جديد لدى المقاومة أولا يعني هذه العملية لها أبعاد كبيرة أبعاد استراتيجية كبيرة يعني الطائرات عندما تستطيع أن تصور الهدف قبل ضربه ثم تحلق فوق الهدف ثم تقصفه بالصواريخ تستعمل لأول مرة صواريخ S5 ثم تنقض الطائرة على الهدف وتدمره طبعا يعني نحن نعلم أنه وسائل بسيطة تستخدمها المقاومة كما ذكر أيضا الإعلام الإسرائيلي يعني طائرة ثمنها بضعة ألاف من الدولارات تدمر هدفا ثمينا جدا أن كان على مستوى القيمة المادية أو على القيمة العسكرية لهذا الهدف ترجمة نانسي قنقر